هناك من يرى أن جيش الاحتلال دخل في حرب استنزاف لن يخرج منها نتيجة تعدد الساحات وضربة لأكثر من جبهة وهذه الجبهات مثل ما وصفت حضرتك هناك وحدة بين هذه الساحات وهذا بالتالي يصعب الموقف والأهداف اللي يرسمها أو اللي يعلنها الكيان المحتل ماذا تتحقق؟ مسألة حرب الاستنزاف أو هذه التسميات هي ليست عبارة عن مصطلحات وأنما جوهرها زينت سألتني هذا السؤال ماذا تريد المقاومة من هذا الحدث وماذا يريد العدو؟ العدو تعود من الـ 48 و 56 و 67 و 73 على ما يسمى بالحرب الخاطفة السريعة حرب الحسم السريع ويتجنب الحرب الشاملة وهسا نتحدث عن الحرب الشاملة المقاومة عرفت نقاط الضعف فلذلك التسمية والممارسة اللي تريدها المقاومة بأطراف وحدة الساحات حرب استنزاف أكثر ما يؤذي العدو هو حرب الاستنزاف نحن نلاحظ بالفترة من بعد 67 حتى 73 أو حتى 71 إلى مشروع روجرز نعم بحدود الأربع سنوات مصر استخدمت حرب الاستنزاف كانت مؤذية جدا للكيان الصيوني فالحرب الشاملة الآن من تسألني ماذا يحصل اللي يحصل حرب استنزاف لا ترغب بها لا يرغب بها كيان الصيوني طيب هو متمسك بالحسم السريع وذا يفشل في الحسم السريع فيستعيم بالحرب الإبادة يبيد الأخضر واليابس واستخدام التكنولوجيا والضربات أما الحرب الشاملة فهذه خط أحمر حتى الأمريكان وضعوا خط أحمر لا يرغبون لماذا؟ ثلاثة سباب أكو السبب الأول اقتصادي الحرب الشاملة تعني أمن الطاقة أكس عليه يروح أمن الطاقة وهذه مسألة مؤذية للغرب كله بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر